شهدنا أهلا بكم إلى فضاء التواصل الاجتماعي الذي حظيت فيه تشكيلة الحكومة الجديدة بتباينات واسعة بين التفاؤل الرسمي البادي في حديث وتعليقات الساسة لبنانيين وبين التشاؤم تارة والسخرية تارة أخرى من طريقة تشكيلها لكن الجميع بدأ مترقبا لعمل الحكومة التي طال انتظارها بعد 13 شهرا من الفراغ الحكومي نبدأ من صفحة الحدث على موقع تويتر التي تابعت محطات ولادة الحكومة الجديدة منذ إعلان استقالة الرئيس السابق لها حسان دياب تعليقات كثيرة تركزت على بعض الوزراء في الحكومة وفي مقدمتهم الإعلامي جورج قرداحي الذي يتولى فيها حقيبة الإعلام لكن وزير الأشغال الجديد حضي بنصيب الأسد من السخرية تعليقا على مشاهد استقباله في بلدته بوابل كبير من النيران وعنها يقول الصحفي والإعلامي اللبناني طوني بولس استقبال وزير الأشغال الجديد الذي سماه حزب الله في بلدته طارية واضحة من بدايتها حكومة إصلاح وتغيير وابل من النيران عن القبول الشعبي بالحكومة الجديدة تحدث النائب اللواء جميل أو جميل السيد على صفحته بموقع تويتر قائلا يقول اللبنانيون عن الحكومة الجديدة هي أفضل من لا شيء لماذا يفضلون حكومة تضم التركيبة السياسية الفاسدة على الفراغ الحالي لأنه لما بيكون في حكومة بتسرأهم التركيبة ولما ما بيكون في حكومة بتسرأهم ماضية التركيبة وبعد التجربة بين التركيبة وبين ماضيتها التركيبة أرحم أما النشط الحقوقي وديع الأسمر فلفت إلى مبدأ المحاصصة الحزبية في تشكيل الحكومة على الرغم من اختيار تكنقراط غير حزبيين غرد قائلا قالت للعصفورة أن في وزيرة بالحكومة العتيدة اتحفظ على ذكر اسمها عينت لأن زوجها اعتبر أن الوزارة المقترحة لا تليق ببريستيجه أتمنى من المعنيين تكذيب هذه الإشاعة هذا وديع الأسمر الحكومة اللبنانية إذا مشاهدين التحديات والفرص في نقاشنا مع المختصين بعد هذا الفاصل ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر